طيب خلينا نبلش اول شي بطاقتك يا برج الصور خلينا نشوف شو هي طاقتك لها الشهر نشوفك مركز اكتر في شخص بحياتك حاليا انت موجب كتير في شخصيك ايضا بتشوف شخص كتير جدا شخص كتير جميل من الداخل ومن الخارج الوضع اللي بينكم حاليا او التشوش اللي بينكم حاليا عم يأثر على هالشخص ايضا لانه هو متوتر ومتشوش مش عارف ياخد قرار لانه عم يشوف انه العلاقة ما فيها اساسات تابتر مع انه في عنده عرض حبه وطاقته عم شوف انه يعني هالشخص قلبه كتير كبير وبيحب العدل ممكن تكون عم بتعامل مع برج الميزان ايضا لانه هالكرت بتبار برج الميزان فعمشوفه شخص بده يكون في عدل بالعلاقة بينكم ولكن هو عم يشوف ممكن العلاقة لانه لسه هي بدايتها للبعض بينكم ممكن هو بتدلوع من ال التزام اكتر بالعلاقة او جدية اكتر بالعلاقة بالنسبه لتعقدكم المشتركة في المستقبل يعني شو ممكن يصير بينكم في المستقبل عم شوف انه كتير عم تكتلوا مشاعركم مش عم تحكي سي واتش مين يعني انت و هو فيه اشي كثير بدكم تحكو فيها ولكن مش عم تحكو فيها فبتن يكون فيه صراحة اكتر بالموضوع بالحكي بينكم بداك تعبر اكتر عن الاشي اللي بتحسها ايضا تشوف انه الامور رح تكون كتير ايجابية بالمستقبل عندك ورقة الشمس هاي من افضل الاوراق اللي ممكن تيجي فيه بعض التناقضات رح تصير فيه بعض تردد لسه رح يصير ايضا تصير مش رح تختار مش رح تشخص رح يمر باختيار او انتو اللي رح تمروا باختيار لازم تختاروا منهم يمكن البعض منكم حاليا عم يفكر بانه ينفصل او يتركوا العلاقة فانت عم تفكر تختار بس ما بتوقع الاغلبية منكم هيك لانه عندك The Sun Card عندك Ace of Ones يعني عندك بدايات جديدة ايضا عندك The Wall of Fortune تقدم وحركة اسرع انتو عم شوف الاثنين ايضا عم تتذكروا اللي صار بينكم بالماضي او عم تعود الى ذكريات بالماضي مع هالشخص ايام ما كان الوضع بينكم اكتير منه ففيه عم شوف بينكم اشتياق كتير عالي اه شخص اللي عم تتعاضل معه انت وحشته يعني الطاقة المشتركة بينكم عم شوف انه بتتذكروا الامور بس كانت ايجابية بالماضي عم شوف فيه حركة سريعة ايضا اه Night of Soul فيه حركة سريعة بينكم رح تصير البعض منكم اللي مش عم يحكي مع حبيبه حاليا عم شوف فيه تغير رح يصير بها الطاقة ممكن رح ترجع تحكي مع بعض وبعض منكم رح يرجعوا يفوتوا بعلاقه مع بعض البعض منكم رح يتصالحوا مع بعض وبعض منكم ممكن تمروا فقط بحكي يكون فيه نوع من التوضيح يعني توصل الى نقطة تكون فيها توضيح لانه في الماضي او حاليا الطاقة اللي بينكم مشتركة فيها كتير اه كتير تشويش متشوشين وايضا فيها صعوبة في اتخاذ القرارات عم شوف كتير فيها اه او كتير فيها قمود ولكن عم شوف فيه اكتر اه بالمستقبل رح تقبلوا اكتر عن مشاعركم لبعض رح تحكي اكتر انت شو بتحس هو ايضا رح يحكي لك اكتر بالذات رح تحكي او رح تعودوا بذكريات الى الماضي لما الوضع بينكم كان منيح وهالشي هو رح يكون عامل مساعد بانه يعيد الشرار اللي بينكم او يعيد التواصل اللي بينكم طاقتك عم شوفك بطيء باتخاذ القرارات في عندك تكملة من نوع ما رح تصير مع هالشخص لانه عم شوف انه انت في يعني في عندك عارض عاطفي بدك تقدمه لهالشخص ولكن متردد مش عم تاخد قرار طاقتك حاليا واقفة مش عم تتخذ هالقرار تواصل بينك وبين هالشخص عم شوفك كويس يعني في بينكم تواصل منيح او في بينكم تفاهم منيح يعني انت بتفهم الشخص هو بيسهمك ولكن ايضا عم شوف بعض مواليد برشتور في امامك اختيار مغين يعني انت واقف امام طريقين بدك تختار منهم او شخصين بدك تختار منهم ممكن تكون متردد ايضا باتخاذ القرار ممكن عم تتعامل مع شخص جديد وشخصة قديمة ومترتئة في اخذ القرار بالنسبة لطاقة الحبيب او طاقة الشريك عم شوف ان هو اكتر اكتر مركز مركز اكتر على حاله مركز اكتر على على كيف يطور حاله ولكن من الناحية العقلية وهي شخص كثير شخص اللي عم تتعامل معه وشخص كثير متوتر كثير مشوش عم يحس ايضا انه هو مجروح كثير ممكن يكون في بينكم حديث سعر او اشي معين اللي كانت الطاقة فيه كثير نارية وهالشخص يعني اتضرر من هالاشي او توجع من هالاشي لاني بشوفهم ركز اكتر على الناحية المالتية يعني طاقة بينكم ونشوف ايضا في حكي ما في حدا بدي يتنازل نشوف شخص اللي عم تتعامل معه ما بدي يتنازل ايضا في عنده شوي طاقة تلاعوبية او بيحب يسير الامور مثل ما هو بيريد او بيحب ممكن ممكن ما يحكي لك او ممكن ما يكون مئة بالمئة صادق معك بحديث الشخص يعني ممكن في بعض الاشياء ما بيحكي هلا اليك بصراحة او يعني بشكل منفتح اكتر همشوفه همشوفه بيشوفك ايضا من الناحية المادية بيشوفك متمكن اكتر منه مما هو عليه او بيحب يبينك انه من الناحية المادية متمكن اكتر مما هو عليه طب سواب الخلاف بينكم انه واحد من اسواب الخلاف بينكم انه في شخص حس انه هو عم يحط مجهود اكتر بالعلاقة وبطل يعني بطل في عنده القدرة يحط مجهود اكتر بالعلاقة في وصلت الى مرحلة selling out عم تحس انه انت ممكن انت او الطرف الاخر عم تحس انه عم تضحي كتير في سبيل هالعلاقة مش عم تعود الى مردود انت بتريده او مفيد لالك ايضا فيه كتير احكام انتو بتطلقوها على بعض يعني بتحقنوه على بعض باشية معينة بدون ما تفهموا الصورة الكاملة او ليش صار هيك يعني بدون ما تعتوا فرصة اكتر لتوضيح الامور بينكم عم تحس انه عم تشتغل عم تشتغل بدون ما يعود عليك بمردود مثل ما انت اللي بتريده مسببلك فيه صارت شويش بينكم انتو الاثنين حاليا الطاقة المشتركة بينكم فيه تشويش عقلي كتير بينكم وايضا عم يتطلب الموضوع منكم عم شوف انت عم تتحكم بحالك كتير عم تتحكم بتصرفاتك كتير هالشخص عم يتحكم ايضا بتصرفاتك كتير ما بدو يبين او يحس بنوع من الضعف فانت عم تحاول تتحكم بقراراتك وباختياراتك ومشاعر اتجاه الشخص بطريقة كتير عالية الصورة المكتملة اللي بدكم اياها اللي هي هم شوف انت وهو طاقة المشتركة بينكم بدكم تكونوا مع بعض بمعنى انه بدكم تكونوا اسرة مع بعض ولكن في احكام بينكم عم تطلق او اتهامات او في حتى شك وغيرة ممكن بينكم عم تأثر على تحرب وتطور هالعلاقة خطوتك بالمستقبل يا برج الثور عم شوف عم شوف رح تمر بتحديات او رح تمر في شخص بحياتك ممكن في اشخاص عبدها اهتمامك او عم تطالب باهتمامك يعني باي طريقة ممكن تحس ان الشخص اللي انت عم تتعامل معه ممكن يستخدم تلاعب او يستخدم تلاعب بالحكي لحتى يجذبك او لحتى يمشي الهول متل ما هو بيريد لانه في شخص هون عم يستخدم بالذات اذا كانت امرأة عم تستخدم طاقتها الجسدية لحتى تسير او تمشي الامور اللي متل ما هي بتريد عم شوفك ممكن يأثر عليك الموضوع ولكن ايضا في المستقبل عم شوفي عندك اه تغيرات جذرية بنفسك بحالك بشخصيتك اكتر في عندك تقدم ايضا ممكن تكون عم تتعامل مع برج الجوزاء او ممكن في المستقبل مثل ما حكيت لك يكون في عندك اه قرار او اختيار بين شخصين بدك تختارهم ايضا ممكن تكون عم تتعامل مع برج السرطان او برج مائي اه لانه لانه هالكرت بيتبع برج السرطان ولكن الشخص اللي عم تتعامل معه اه في عمود بينكم كتير عالي اه ما في حدا عم يحكي بالمشاعر الحقيقية اتوقع انت الشخص اللي تكتم اكتر على مشاعرك او ما بتفكي اكتر لانه في عندك القمر هون يرمز الى سيكريسي او غمود او كتير من المشاعر فبتوقع انت ما بدك تعترف لهالشخص او ما بدك تحكي معه او ممكن تكون مستني الى انه هو يقوم بالخطمة هاي مش انت خطوة الحبيب او الشريف اه المستقبلية الشخص اللي عم تتعامل معه عنيد عم شوفه اه عنيد ما بيحب الامور اه سيء ومش عقليته مش من فتحه تماما ما بيحب يتقبل التقادات او اعراء اخرى من اشخاص اخرى شخص كتير متحفظ او شخص عنده فكرة تمبدأ العلاقة شخص جدي عم شوفه بيطالب انه يكون بيالتزام بالعلاقة او يكون فيه جدية بالعلاقة او 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 ا